سيطر الجيش السوري على نقاط استراتيجية في جبال مدينة تدمر وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش أدت إلى مقتل العديد من مسلحيه بالإضافة إلى تدمير معدات عسكرية تابعة للجماعة المسلحة أعلنت وحدات الجيش السوري في ريف حمص الشرقي سيطرتها الكاملة على المنطقة المعروفة باسم مثلث تدمر على الأطراف الغربية لمدينة تدمر وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مسلح داعش في مثلث تدمر مضيفة أن الاشتباكات أصفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلح داعش تقدم القوات المسلحة السورية أكدته وسائل إعلام روسية حيث أشارت إلى أن وحدات الجيش السوري في الخطوط الأمامية تمركزت في المثلث الاستراتيجي وأنه لم يتبقى سوى هضبة جبالية والقلعة وتجعل سيطرة الجيش السوري على المثلث كل المدينة في مرمى النيران ما يسهل اقتحامه للقلعة والمرتفعات المجاورة في المقابل قالت تنسيقيات المسلحين أن الاشتباكات مستمرة على أكثر من محور في محيط مدينة تدمر نافية سيطرة النظام على منطقة المثلث في الشمال وتحديدا بريف الرقى الغربي ترتفع حدة المعارك مع شن داعش هجمات متكررة على مواقع قوات سوريا الدموقراطية فيما تقترب هذه القوات المدعومة من الجيش التركي من آخر معاقلة تنظيم في المنطقة سياسيا أعلن وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أنه لا يجب السماح للمتطرفين بالانضمام إلى العملية التفاوضية حول سوريا وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الناجيري إبراهيم ياكوبو أن القرار الأممي 2254 يتضمن المطالبة من مكافحة الإرهاب دون هوادة وفصل المعارضة المعتدلة عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة شكرا